تحية طيبة للجميع لنحدد قيمة X في التمرين 3 صحة 116 عندنا A, B, C مثلث وعندنا E, G, Q, Z, B, C إذا نحاول أن تبقوا مبارهن الطاليس المباشرة دائما الأهم هنا ما شي هو ذلك المعادلة الأهم هو أنك تدير شروط كما يجب الشروط دينا عندنا كما تلاحظوا هنا عندنا أنكتبهم في الرموز فقط بطريقة مختصرة من الأفضل إذن لدينا لا دعية لكتابات المستقيمات المتوازية وما إلى غير ذلك إذن هنا نكتب E تنتمئي للقطعة B و G تنتمئي للقطعة C C و E G ما لدينا يوازي B C إذن حسب مبرهنات طاليس المباشرة فإن الآن سوف نكتبه هذه المتساوية المسافة الصغيرة على المجموعة المسافات A E على A B A E على B تساوي A G على C كتساوي E G على B C دائما المسافة الصغيرة على الكبار E G على B C إذن وهنا قد نحاول نعوذ كل القيمة بالمعطيات A E تساوي حسب المعطيات 5 A B هي X H G 13 و C C ما أعطونا C فيها H G زائد G C إذن H C من ناحة اللي هنا فيها H G ما أعطونا تساوي 26 زائد G C أفونا H G زائد G C H G تساوي 13 إذن H C فيها H G اللي هي 13 زائد G C 26 يعني هنجمعهم بجوج 5 على X تساوي 13 على 39 30 39 إذن 5 على X تساوي 13 على 39 نختزلها هي 1 على 3 لأن 13 هي 13 في 3 كما أعطيك 39 و بالاختزال هنا مرة مضربة في 1 و تالي سنختزل هنا تبقى 1 على 3 3 إذن 5 على X تساوي 1 على 3 و منه نضيف الطريقة لي جداء طرفين يساوي جداء الوسطين طرفين هما 5 3 نحسب مباشرة 15 و X 1 تساوي X وبالتالي المجهول الذي نقلب عليه هو X يساوي 15 شكرا على حسني المتابعة